اتبدي اياتها الدنيا نسميه السادس والعشرين من سبتمبر ايلول عام الف وتسعمية واثنين وستين اشرق فجر الجمهورية في وجدان شعب تاقل الخلاص وامن بالحرية تاريخ ثورة مضى عليها اكثر من نصف قرن يحتفل اليمنيون بذكرى هذه المرة وهم يشهدون ثورة امامية لعلها اطول فترة زمنية تمر على قيام ثورة مضادة فكيف عادت الامامة بثوبها الجديد لما يخوض ثوار الحادي عشر من فبراير ثورتهم ضد تحالف صالح والحوث الانقلابي تعود الى الاذهان سيرة الثورات اليمنية قديمها وحديثها ضد عدو واحد لم يؤمن بفكرة التغيير ولا بحق الشعوب في تقرير مصيرها فلا تزال ثورة ثمانية واربعين الدستورية تحكي فصلا من حقد الامامة بعد مقتل الامام يحيا في صنعاء حشد نجله الامام احمد اعدادا كبيرة من رجال القبائل وكون معهم جيشا اطلق عليه اسم الجيش القرآني وزحف بهم الى صرعاء واباحها لمقاتليه وتركها عرضة للنهب والارتزاق في حربه ضد الدستوريين منسخا في وعي القبليين ان الدستوري مرادف لكلمة كافر وكان ذلك حصار صنعاء الاول على مدى 14 عاما بعد مقتل الامام يحيا نضجت ثورة اليمنيين في معركة من سبتمبرية وانتصر الحلم الجمهوري صبيحة يوم السادس والعشرين من سبتمبر لكن وبعد خمس سنوات على انتصار الثورة جمع الامام البدر ما يفوق على خمسين الف مقاتل من ابناء القبائل وجيشهم للدفاع عن الحكم الامامي الذي قوضه الجمهوريون كانت حجتهم هذه المرة ان الجمهورية تعني الخروج عن الدين والشريعة الاسلامية وكان هذا هو الحصار الثاني لصنعاء عام 67 خاض الاماميون حروبهم ضد اليمنيين بلافتات متعددة كان اخرها تحت لافتة محاربة التكفيريين والدواعش حيث استباحت الميليشيا صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة وتركتها نهبا بيد السراء بعد حصارها بحجة الجرعة جاء انقضاض ميليشيا الحوثي على حلم اليمنيين في لحظة فارقة انتظرها الشعب وهي لحظة ميلاد دستوري التحادي كان على وشك الاكتمال عقب مؤتمر الحوار وكان هذا هو الحصار الثالث لصنعاء في تاريخ اليمنيين يناظل اليوم احفاد الرعيل الاول من سبتمبر منخرطين في معركة الحرية من اجل العدالة والمساواة ويحتفي اليمني بعيده السبتمبري في الوطن وخارجه كغريب يحتفي بولفه بعد عام من الشتات موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى موسيقى